بسهر الخير يا محمد الأول مشرفني بسهر الخير يا كابتا نايمان يعني مفصوط جدا بغيدي مع حضرتك في السيدة التحليلي الله يخير وإن شاء الله كل التوفير للنادي الأهلي بإذن الله يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله طبعا شفنا المباراة اللي فاتت وشفنا إن فيه مكسب كبير دعم النادي الأهلي ولكن الأرقام بتقول إيه صحيح يا إحنا كنا ممكن نخلص الماتش بالأرقام في الشوت الأولاني بشكل كبير جدا علشان كده النهاردة عاملين حاجة مختلفة حابين بقى نركز على الشوت الأول وأرقام الشوت الأول عشان نبين وندلل بالأرقام الأهلي كان مستحوذ بشكل كبير جدا استحواذ إيجابي فرص إيجابية وصل للمرمى أكتر من مرة كان في إيدنا إن إحنا فعلا نسجل أكتر نخلص الماتش بالشوت الأول وده طبعا بالأرقام بتورينا أعتقد يعني طبعا مستر كولر اشتغل بشكل كبير جدا على اللي حصل ما بين الشوت الأول أو اللي حصل في الشوت الثاني كان سيناريو مختلف تماما رقميا أيضا يعني مش بس أداءا مش بس نتيجة لا منتكلم رقميا كان فيه اختلاف بشكل كبير جدا حتى التفوق مقارنة بيه مثلا الحاجات الأكشن زي ما بيقولوا الهجومية عندنا في الأهلي مثلا شوت الثاني كابتن أيمان قلت أو الفوارق ما كانتش كبيرة جدا نقول مثلا إحنا تميزنا من ناحية الاتاكينج أو الهجوم بشكل أفضل من شوت الأولين علشان كده حابين نبدأ بإحصائية الشوت الأول لوحدها صحيح ونبدأ نمسك النقاط لنعرضها ونبدأ نمسك نقطة نقطة من ناحية الهجومية بشكل نبدأ الأهلي طبعا إحنا خلصنا الشوت الأول لوحد سفر الاستحواز كان لصالح سيمبة وليه لأنهما فعلا كانوا بيلعبوا الشورت باصس أو الكرات الكسيرة بشكل كبير جدا وحنبين معنا أيضا خريطة حرارية بتوضح لنا الاستحواز عند سيمبة أو عند الأهلي كان في الملعب بشكل عام ولكنه في شوت الأول في أغلب الأحيان بالنسبة للسيمبة كان استحواز سلبي استحواز سلبي أي يعني نرجع تاني للجدول الشوت الأول أو إحصائية الشوت الأول نبص عليها ونبدأ نمسك حاجة حاجة أو الأكشن أكشن ونشوف يعني يعني دي مثلا هنا كابتن أيمن ده الاستحواز ده ده دي الخريطة الحرارية لاستحواز النادي الأهلي كوي بعد نهاية المباراة كاملة مش بس الشيط الأول عشان ما نلخبتش الدنيا هم نتكلم بالكامل استحواز النادي الأهلي كان طبعا زي ما احنا شايفين 67% في التلت الدفاع والتلت الخاص بالنادي الأهلي نص الملعب كان عندنا استحواز بشكل كويس جدا 20% خلينا بس نوضح لأستاذ المشاهدين إن التلت أو النص على الشمال ده هو ده ملعب النادي الأهلي مظبوط 67% ده كان استحواز النادي الأهلي في التلت أو تلت الدفاع أو تلت الخاص بالنادي الأهلي التلت الأوسط كان أو نص الملعب 20% من الاستحواز والتلت الهجومي 13% مسكنا كورة بشكل كويس جدا في التلت الهجومي وكانت معظمها طبعا كان نسبة مقوية في الشوط الأول معنى كده إن النادي الأهلي كان بيتماس المباراة دي إنه بيحضر من تحت مع إن احنا شفنا كورات طولية كتير جدا ملعوبة القدام لكهربا والبرسيتاو والرضا في أوقات كتير من المباراة صحيح ودي حنجيلها بالأرقام ونشوف الكورات الطويلة كانت قد إيه وبتطلع من مين بالذات من اللعيبة وكانت بتتبني بشكل عامل إزاي خلينا ننتقل ليه الشكل الاستحواز لنادي سيمبا هنا سيمبا برضو كابتن أيمن كتماسكة كورة بشكل كويس جدا في التلت عندها في التلت الدفاعي عندها كتبتحضر من وراء 51% عندهم الشرط باس أو التمريرات القصيرة كانت كتيرة جدا النص الملعب عنده بقى متمفوق عن النادي الأهلي في استحواز الكورة مزبوط ليه لهم 43% احنا كنا تقريبا حاجة 26% الصورة اللي قبلها فهم تفوقوا علينا في نص الملعب في الاستحواز على الكورة وكانوا بابنوا الهجمة بشكل كويس جدا وبدوا ينقلوا الكورة ما بينهم في نص الملعب بشكل أفضل في التلت الهجومي عندنا بقى اللي هو التلت الدفاعي او الدفاع عند النادي الأهلي كان 6% لانهما يعني ما كانوش بيمسكوا الكورة بشكل يعني كبير جدا داخل مثلا منطقة الجزاء عند النادي الأهلي او حتى من خارج منطقة الجزاء كانوا دايما نلعب اللونج بولز او الكورات العرضية ودي كانت اللي بتشكل خطورة كبيرة جدا والهدفين جم من كورات عرضية زي ما شفنا او كورات سبتة من كدار بركنية الهدف الساني نرجع تاني بقى للارقام ليه الشوت الاول سريعا عشان نبدأ بقى نشوف الفوارق ما بين الشوت الاول إحصائية الشوت الاول وإحصائية الماتش كامل وحنقف على النقاط الهمة اللي حنشير اليها ازاي ناخد بالنا منها ده الشوت الاول لكابتن ايمن الاستحواذ زي ما كنا بنتكلم علشان كده في المية لسينباك كانت مستحواذة 46% للنادي الأهلي ركنيات احنا الشوت الاول تفوقنا حتى في الركنيات نحية الهجمية كان عندنا 3 ركنيات وهما 0 ما استغلناش للأسف الركنيات بتاعتنا بشكل كبير مفتحية وصلتنا ليه مرمى طبعا سينبا سينبا برضو مع الاستحواذ 55% ده كان عندهم 3 فرص محققة تعانوه بقى عند 6 فرص أو 6 فرص محققة كابتن ايمن كان ممكن نحرز منهم هدفين مش هدف واحد يعني الهدف المتوقع والإكس جي الهدف المتوقع من كوالة الفرص ومن خطورة الفرص والتزيدات على المرمى بيطلع لنا الناتج ان احنا كان ممكن لأهلي يحرز تقريبا هدفين اما سينبا كان ممكن يحرز هدف او نص هدف تبقى للارقام وفعلا طلعت زيرو او الشوت الاول انتهى بواحد صراح الاول استخلاص الكورة بقى او بالزبط او استخلاص الكورة او الكول كان بالنسبة للنادي الاهلي 49 مرة وبالنسبة لسينبا 55 مرة كان هما ده بيدلل ان هما كانوا تفوقوا علينا في استخلاص الكورة بشكل كبير جدا ده في الشوت الاول بعد ما ننهي المباراة هنقول بقى مين اللي كان بيخسر الكورة عندنا بشكل اكتر مين اللي كان بيسترد الكورة بشكل افضل من لعبة النادي الاهلي خسارة الكورة كنا احنا بنخسر الكورة وخسرنا الكورة طبعا في الشوت الاول اكتر منهم ده محتاج تركيز اكتر فيه استحواز ناعكورة وده بيدلل ان الاستحواز اللي كان لسينبا بشكل افضل بس في النقطة دي خلينا أوف معك في جزء معين احنا بنتكلم على خسارة الكرة بالنسبة للأهل هنا 20 بالنسبة للسينبا 19 بس فأنه جزء كان النادي الأهلي بيفقد الكرة أكتر في العشرين دول كان غالبيتها مثلا في نص ملعب الخص ولا في نص الملعب ولا في الجزء الخاص كان أغربيتم في نص الملعب في نص الملعب بالضبط وده بدل برضو ما شفنا الاستحواز ان سينبا تفوق علينا في نص الملعب من ناحية الاستحواز في الخريطة الحرية اللي عرضناها كانت وسط ل46% واحنا 26% فكان عندهم استحواز أعلى في نص الملعب اللي ساعد ان هم يستحوزوا في نص الملعب أكتر ان هم كانوا بيستخلصوا الكرة بشكل أفضل مننا ويكسبوا الكرة ويستردوها بشكل أفضل التزديدات احنا على المرمى في الشرط الأول سددنا ستة تزديدات على المرمى من هم اتنين on target يعني بالنسبة 33% نفس النسبة تقريبا اتنين من هم كانوا خطر جدا على المرمى على طبعا on target زي ما بقولوا ولكن هم سددوا أربع تزديدات بنسبة 50% التمريرات كابتنايمين احنا كنا بنمرر تمريرات طبعا كتيرة جدا من هم 233 تمريرة صحيحة من 240 تمريرة ده 90% تمريرة كنا بنقدر ان احنا يعني نحجز على الكرة بشكل أفضل ونستحوذ على الكرة أيضا من ناحية التمريرات الكثيرة أو الطويلة نفس الكلام نخش بقى نفنطهم الكرة التمريرات الكثيرة الشورط باصس احنا كنا بنلعب شورط باصس بشكل برضو كبير 208 منهم 187 ده الشوت الأول ده الشوت الأول يعني برضو كرات الطويلة في الشوت الأول وهنا بقى علامة الاستفاهم حضرتك كنت بتتكلم دايما في الكرات الطويلة الأهلي لجأ ان هو يلعب لونج بولز بشكل كبير جدا في الشوت الأول بس عمل 30 لعبة أو لونج بول 30 لعبة كرات أو تمريرات طولية منهم 14 بشكل صحيح تم السلام وشكل صحيح الاستفادة منهم يعني نسبة 47% فريس سنبا ما بيلجأش قوي في الكرات الطويلة ولكن في الشوت الأول لعب كرات طويلة يعني في 24 لونج بول لعبهم منهم 8 فقط صحيحة بالنسبة 33% بالسوء الشوت الأول كان النادي الأهلي بيستدرج لعيبة سنبا علشان يجوا يهاجموا النادي الأهلي ويحاولوا ياخدوا الكرة منهم ويضغطوهم والنادي الأهلي كان بيعتمد في أغلب الأحيان على الكرات الطويلة مظبوط مظبوط هو ده فعلا الشكل اللي ترجمته والأرقام لنا ووريتنا طريقة أو الستايل لعب بتاعت ده اسلوب ميستر كولر كان للشوت الأولين المتشلفات مظبوط صحيح كرسات والعرضيات حتى وصلنا هنا عند زيرو عند سنبا ما عملوش ولا كرس ولا كرة عرضية في الشوت الأول وبدأوا بقى يعيدوا حساباتهم في الشوت التاني وبدأت نشوف الخطورة على النادي الأهلي المعارفين نقطة ضعف هنا معينة فبدأوا يلجوا إلى اللعبوا عليها يعني تخيال الشوت الأوليني زيرو صفر أما الأهلي طبعا اتنين منه كانوا بشكل صحيح مية في المية طبعا مسلوا خطورة كبيرة جدا على مرمساني نخش على الشوت التاني بقى عشان الشوت التاني أو إجمالي سوري إجمالي المباراة بعد نهاية المباراة هنا حنوف بقى الأرقام اتنين اتنين التعادل الاستحواز بقى هنا اتنين واربعين في المية لأهلي تمانية وخمسين لسيمبا الاستحواز بالدقائي ده بقى حاجة جديدة بقى بيقولك هما كان الاستحواز الأولين دي معناها بالتاتش بالضبط يعني سلموا الاستلام والتسليم ولكن بالدقائي الأهلي مسك الكورة في رجل واستحوز عليها تساعتاشر ديه هما بقى تمانية وعشر ديه تقريبا فهما ده بيدلل ان هما كانوا افضل مننا في ان هما بيسلطروا عقورة بالدقائي لوقت اطول خلال التسعين ديه كان هما افضل الفرص المحققة ده بعت عكس شوط التاني تخيال احنا بنتكلم في هما كانوا ثلاثة في الشوط الاول دلوقتي بقوا تسعة الاهلي كان ستة في الشوط الاول اجمال المباراة بقت عشر فاربعة بس فرص معناهم هي ده تفوق كبير جدا في الشوط التاني من طبعا في الفرص المحققة في الاستحواز الاهداف المتوقعة تخيال بقى كابتن ايما نحن نكلم في تلات اهداف الاهلي كان مفروض يحرزهم من اجمال الفرص والتزديدات والكواليتي بتاع التزديدات هما ايضا اتنين او يعني اتنين تمانين يعني تو بوينت تمانين دي معناه ان هما ايضا كان ممكن يصلوا لتلات اهداف من اجمال الفرص اللي عملوها كسب الكرة وخسارة الكرة زي ما بنقول هما طبعا كانوا بتفوقين بشكل كبير جدا يعني نسبة متقربة ما بين الاهلي واسمبة خسارة الكرة هما خسروا الكرة بشكل كبير يعني 45 مرة والاهلي خسروا الكرة 38 مرة وهنا كابتن ايما عايزين نقف بقى مين اكتر حد عندنا في النادي الاهلي بيعمل بور ريكافري او بيستخلص الكرة وبيكسب الكرة ومن خلاله بنبدأ نبني الهجمات يعني احنا بنتكلم على ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم وبنتكلم على الدبيس وبنتكلم على كوكا ورامي ربيعة دول افضل اربعة في المباراة عملوا استخلاص الكرة وبدأوا انهم يبنوا الهجمة بشكل كويس جدا يعني ياسر ابراهيم استخلص الكرة 17 مرة كسب الكرة 17 مرة منهم 11 مرة بور ريكافري انه هو قطع الكرة وبدأ انه هو يبنيه الدبيس وكوكا ورامي قد بعد 12 مرة ولكن طبعا كان ياسر ابراهيم وده يعني كانت حاجة بالنسبة لنا رقميا يعني مفاجأ اما عندهم طبعا كان اكتر ناس بتكسب الكرة اللاعب اللي هو باكا هينروك اللي هو السيرت باكا وطبعا محمد حسين اللي هو الليفت باك وتشاما طبعا ايضا اللي هو برضو الليفت وينج اللي هو الجناح الشمال وفيه معنا مالونة جونير الراجل برضو السيرت باك بتاعهم الاثنين دول كانوا باستخلاصوا الكرة بشكل كبير جدا وصل ل 17 مرة عملوا بور ريكافري وبدأوا يبنيه حتى الاتاكينج ستايل بتاعهم بيقولنا ان دايما الكرة كانت بتبدأ من عند هينوك او محمد حسين وبتبدأ الهجمة من خلالهم في حالة الهجمات المرتدة على سبيل المثال فدول اتنين محتاجين الضغط عليهم بمس الخطورة كبيرة جدا لان احنا مع الضغط في حالة خسارة الكرة الاهلي تحت الضغط هما خسروا كرة 34 مرة الاهلي خسروا كرة 18 مرة تحت ضغط فده معناه نحن محتاجين نضغط بشكل كبير جدا خاصة على السنتر باك الالتحمات الهوائية هما كانوا بيمتازوا علينا احنا خسرنا 7 مرات وعند السلام الكرة كنا احنا افضل بشكل كبير جدا اكيد النادي الاهلي حيبقى فيه دروس مستفادة اكيد من الارقام دي اخذها مستر كولر واكيد ان شاء الله النادي الاهلي يستفيد من الدروس دي وان شاء الله يبقى التفوق النهاردة للنادي الاهلي اكيد بإذن الله كل التوفير النادي الاهلي محمد صرفتيني و بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا